كذلك كشفت الصحافة تونسية بين الدولي الجزائري يوسف بليلي سيعود على شكل إعارة للفريق بعدما قررت إدارة النادي استعادته معاراً في المركات والشتوي القادم كما قرر النادي استقدام الدولي الفرنسي السابق حاتم بن عرفة في مفاجأة كبيرة لجماهير الترجي كما أضافت نادة التقارير بأن مسؤولية الترجي يهدفون من خلال هذه الانتدابات إلى المحافظة على لقب رابطة أبطال إفريقيا